زيادي قلتها قبل أيام وسأعيدها الآن هؤلاء الشباب قادرين على التصعيد متى شاءوا وقادرين على التجمهر بكل الأوقات الحالة اللي نحن فيها ليست مظاهرة عابرة بل هي ثورة من الوعي تغلغلت في عقول هؤلاء الشباب وأصبح من المستحيل إنهاؤها هذه التغريدة اللي إجتنا وكذلك الثانية من سجاد الغريب الوضع العراقي بالوقت الراهن يشبه لعبة الشطرنج أي خطوة يقوم بها المتظاهر تجد خطوة أخرى من قبل السياسيين تغلغ الطريق أمام تضحيات العراقيين لأصلاء هناك تصعيد قادم للطمس ما خرج من أجله المتظاهرين وإشغال الرأي العام بأمور بعيدة كل البعد عن مطالبهم الرئيسية هذه أهم التغريدات اللي غردوا بها بخصوص تظاهرات الموجودة والتصعيد اللي كان قبل أربعة يام خلنوا نقوله وحاليا للتصعيد اللي كان تحديدا اليوم ترجمة نانسي قنقر